ألية جديدة لتحقيق هدف يمثل مطلبا شعبيا ملحا في الجزائر رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن يطرح فكرة التسوية الودية كوسيلة لاسترجاع الأموال المنهوبة ومع الطرح قدم بن عبد الرحمن المبررة ومعايير التطبيق المبرر في رأي الوزير الأول هو أن التسويات الودية أو المصالحات أثبتت نجاحا في تجارب مواثلة لدول أخرى ولتحقيق الهدف وضعت الحكومة الجزائرية مخططا شاملا لاسترداد الأموال المهربة وديا ويشمل المقترح وضع أهلية رفيعة المستوى للتنسيق مع الدول التي تم تهريب أموال إليها تعمل وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبالتعاون مع منظمات دولية متخصصة لتتبع الأملاك وتحديد أماكنها ومنعا لأي تداخل مع المسارات القضائية أوضح بن عبد الرحمن أن التسوية الودية لا تسري على الأشخاص الطبيعيين ولا تمس بالعقوبات الواقعة عليهم وتسري الألية المقترحة على الأشخاص المعنويين والشركات الأجنبية المتورطة في جرائم رشوة وتهريب الأموال ويأتي طرح التسويات نظرا لطول مدة وصعوبة إجراءات التقاضي وحسب خبراء فإن الإجراءات القانونية تتطلب نحو ثلاثة أعوام ويجب توافر أدلة على تهم الفساد ثم صدور حكم قضائي لهائي حتى يمكن للدولة المطالبة باسترداد الأموال حتى بعد الحكم هناك صعوبة تتمثل في عدم إمكانية استرداد أكثر من 20% من الأموال المنهوبة نظرا لأن الجزء الأكبر منها يتم وضعه في أصول أو شركات أو حسابات في الخارج وتختلف التقديرات حول حجم الأموال المهربة من الجزائر لكنها تدور حول رقم 200 مليار دولار وتحت ضغط الحراك الشعبي بدأ فتح تحقيقات في قضايا فساد ونهب أموال عامة وصدرت أحكام قضائية بسجن رجال أعمال وكبار المسؤولين السابقين